السلام عليكم ورحمة الله معكم مازن مصري عيش في تورونتو كندا ماشي كويس جدا في المجال بتاعي اشتغلت في اكبر شركات في كندا واكبر شركات في كاليفورنيا امريكا اشتغلت في مصر اشتغلت مع ناس من تبي اشتغلت مع ناس من استراليا هونج كونج يا جنوب افريقيا ناس من جميع انحاء العالم بكلمك وبجيب من الاخر مش هقعد عيد وازيد اللي غيري بيقوله لان ده اللي بيحصل دلوقتي كل الناس بتقعد تعيد وتزيد اللي بيتقال لغرض ان هي تتشير والالجوريدم تقعد ايه تنشر فيديوهاتها وانا تكلمت عن كلام ده فيديو طويل جدا لو انت عندك الصبر تفرج عليه الاخر تفرج عليه الاخر وخد فكرة ازاي الالجوريدم بتشتغل طيب بعد المقدمة الصغارة دي انا باكد عليك تاني كل حاجة انا بقولها هنا بجيب من الاخر عايز تكمل من واحد صريح وبيقول الحقيقة وبيجيب من الاخر مش مجرد واحد بيعيد الكلام عمزة المايكروفون كرسة ده الصوت كمل الفيديو لو انت بقى حدي تاني من فضلك ايه في الفيديو دلوقتي واسبنا في حالنا وخليها نوعا نرغي في اللي احنا عايزين نرغي فيه عايز تنزل تشت متحت انت حر ما حدش هيرد عليك خلص الكلام يلا بيها نبدأ تمام بسم الله الرحمن الرحيم اول الكلام يقول لك ايه الفيديو عنوانه صادم ما تتعلمش دلوقتي بايسون او ما تبدأش دلوقتي بايسون ليه معلمями انا خوش عنيت دلوقتي يقول لك ايه كيف تبدأ تلاقي خمسين واحد خمسمائة الف واحد كانت تتقول لك ايه ابدأ بايسون طب ابدأ بايسون ليه يقول لك اقوى خمس اللغات في عشرين عشرين ogóle عشرين واحد والعشرين هي بايسون 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 اسألك سؤال هو انت حاجس العلم برمجة ليه сегодня السؤال الاساسي الاولاني اللي بيجيب من الاخر انت حاجس تعلم البرمجة ليه عايس تعلم اهوية ايب Haiti انت برضو نفس الكلام اقفل الفيديو دلوقتي وما تكملش لاني ده مش لك خالص اقفل الفيديو من فضلك من فضلك اقفل الفيديو وما تكملوش انت مش لك هتعلمه هواية انا مش بتكلم في الهواية عايز تطلع منها فلوس وتبقى كرير بتشتغل به اقوى كرير السنة دي والسنة اللي جاية واللي بعدية او الغاية مئة سنة قدام هو مجال التقنيات اقوى كرير هتقول لي دكتور هتقول لي مهندس مش عارف ايه انا اصلا خريق هندسة انجامس انا اصلا مهندس هتقول لي مش عارف ايه 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 ولا حتى العيب كورة البروغرامج هو اقوى مجال تشتغل فيه في مصر كل الدول العربية دول الخليج امريكا كندا انا عايش في كندا وقلت لك اشتغلت اكبر شركات في كندا واشتغلت مع اكبر شركات في كاليفورنيا السيليكون فالي بس مش قول اسمها الشركات دي في دلوقتي بقى ايه انا بجيب الكلام ده من الاخر انا عايز اعرف ايه اللي بيقول لك اتعلم بايزون انت اصلا عارف هتعمل ايه بعد البيزون البيزون مجالاتها معروفة ماشين لرنينج ارتفشيال انتليجنس يا طري بتعمل بيها ويب سايتس مبتحصلش ونادرة موجودة وهنشوف دلوقتي بالارقام بس مش ده المشهور هتشتغل فيها برامج دستوب اللي هو الحاجات الاكاونتنج والحسابات والبيج داتا والكلام ده انت عايز تتعلم في المجال ده؟ طب اقول لك قابليها هو انت اصلا متخيل انت لما يكون عايز تبدأ من اول وجديد فيه حد هيشغلك وانت معاك خبرة قال لي من سنة فارتفاشيال انتليجنس وماشين ليرنينج طب لو انت لايت حد شغلك انت متخيل فيه فرص اصلا طب ما تيجي نشوف اصلا بنفسنا فيه فرص ولا مفيش هفتح لك موقع دلوقتي موقع عربي مصري انا مش اقول اسمه لانك انا ما عمدش اعنيات لحد اللي عايز يعمل اعلام معي يبقى ايه يكيش الاول بهزر اللي عايز يعمل اعلام معي انا مش هعمل اعلام لحد انا مش فار معي فلوس انا بس ايه اه اه هوريك مثال لموقع انت ممكن تكون عارفوا اليوزر انترفيس بتاعه هكتب ايه هكتب هكتب بايثون ديفلوبر وهاجي عند ماكسموم واي يار اتكلم مع الناس المبتدئين عايزين تخش في المجال اللي بلول موحي تعلوم بايثون ونشوف لي وظائف ولا مفيش كتب لك بايثون ديفلوبر بلندر بلندر ده امبليكيشن بيعمل حاجه ثري دي عايزين واحد ده ماشي ادي جاتلك وظيفة هوا يا عم في الدقي في الجيزة من واحد لا اكتر من سنة يعني حتى مش زيرو لأ وان بلاس اعمش عارف هيقبلوك ولا لو انت يعني لسه متعلم بايثون من شهرين ثلاثة اللي بعدها تقول له بايثون يمجيب لك سي بلس بلس مش معنا اللي بعدها دي برضو حاجه زي حاجه شبه بايثون بلانجوش بس ايه عايزينك فهم بايث بي وعايزينك فهم روبي وسي شارب وبايثون ده حاجة ثانية ده كونسيبت بس من الاخر مش بايثون لوحدها مش هجيب شغلنا دي اللي بعدها اودو ده سي ار ام بتاع برضو برنامج ده ده غالب من بايثون ممكن تشتغل بس لازم تكون فهم الاودو وقال لك من وان تو ثري يعني ممكن متأخذش الوظيفة لو قلتوا ان لسه متعلم بايثون من ثلاثة اربع شهور عايزين واحد جونيور بس يكون فهم حتى مفيش اصلا بايثون اجايل اجايل ده الاجايل انفيرومنت اللي هو الجيره والكلام ده عارفيني الكلام ده ولا مش عارفينه البيتش بي انا مش عارف فين البايثون اللي بعدها اودو عايزك مع البايثون تكون فهم اس اس شغل ده ليه علاقة بالاجايل انا بنتحدث فيه بعدين ده مهم جدا وهنا انا مبسوط ان في مصر بقى بيشتغلوا بس كرام وكلام ده الكلام ده مهم جدا في كندا وفي امريكا التشغلات والاجايل والكلام ده اي ار بي نيكس ديفلبر عايزينك بايسون و اتش تيم ال و نوت جي مش عايزين سوبرمان واحدة سنة هتعلم كل ده ازاي انا الناس دي غريبة الشركة دي بتحور اللي بعدها عايزين فول ستاك جافا يعني عايزينك فهم بايسون و بي تش بي يعني بص هتكمل انت بقى لستة الاخر نفس الكلام ده فلسفول اولا عدل الوزيف مش كتير مقارنة بايه هقولك مقارنة بايه بايسون باس لا يا حبيبي لو تعلمت النهاردة بايسون مش هتلاقي شغلان بعد اربع خمس شهور مش هتشتغل بايسون باس يعني انت بتعلم بايسون ليه انت لازم تبقى فاهم بتعلمها ليه اقولك ده رقم واحد الفرص مش هتلاقي كتير رقم اثنين الموضوع مش سهل زي ما انت متخالي يقولك اسهل لغة ببرمجة بتعرف ايه انها اللغة الاسهل في عشرين واحد وعشرين عزيزي المشاهد يجب ان تسمع لانني كوبي بيست لجميع الفيديوهات انا بس بنقش كده وبنحت من كل الناس ومخش تعلم بايسون وعيد الكلام كله عشان اتمنى يوتيوب تتبعت الفيديو بتاعي مع اول واحد رمى الفيديو جاب خمسمائة الف خمسمائة واحد ببعده كله بيجيب بيكتب نفس الاعمال نفس الموضوع ليه عشان الالجوريزم تبعت الفيديو اللي خمسمائة الف شافوه تبعت المتين الف لده والمئة الف الكلام ده وفي الاخر بقى ايه كل واحد يحسب له بقى الالف دلار بيعمله دلار ودلار ونص الالف مشاهدة اعمال فيديو تافه ملوش لازمة بيعيد كلام اللي قبليه تكرار 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 تطلع له خمسين مئة دولار مية وخمسين متين دولار بالعافية من الفيديو قول الحقيقة يا اخي هات بالالقام هات وسائط طيب ايه بقى اولا قبل ما تقول ايه البديل لبايسون ايه هو المسار انت عايز تشتغل ايه انت نرفسته لواحد يا اخي خش ناس بتعيده يا عمز البغبغان كوبي بيست فين المعلومة الحقيقية دلوقتي انا بقول لواحد روح محد يجي يسألني يا مازل انا عايز اخش المجال البرمجة اقول له بدا بقى اسهل حاجة واعرف الاول ايه هو المسار لازم تعرف المسار في حاجة اسمه مصار الفرنت اند مصار الباك اند مصار الموبيل اب مصار الديسكتوب اب هم اربع مصارات اللي بعد عايز تخش في طصة الايه الماشين ليرنج والحاجات اللي مش هتلاقي منها وظائف خالص لما انا جابت هنا ايه ماشين ليرنج اتنشر وظيفة عايزين واحد بقى ايه ماشين ليرنج ديفلبر فاهم بايسون وفاهم جاوا ديب ليرنج انستركتور يعني ايه واحد هيعلم الناس ديب ليرنج لانك معظم الحاجات دي بتبقى اكاديمية ماشين ليرنج عايزين يكون ايه سي بلاس بلاس ديفلبر داتا انوتيتور ده برضو اصلا مش بروجرامر ده ده حد بتاع داتا ساينز مش عايز ايه لاخد ده بالماشين ليرنج ده بيشتغل على كاد بيج داتا انستركتور مدرس انت متخل انت يعني يا سيدي انت حابب هذا المجال انت حر انا ماليش دعوة انت اهم حاجة طبعا تختاري حاجة لانت فيها شغب انا بكلم اللي عايز يطلع يعمل لنفسه حياة حقيقية ويشتغل شغلانة بتجيب اكتر فلوس واحسن شغلانة في مصر وفي كل الدول العربية وفي كندا في امنيكا في العالم كله في عشرين واحد وعشرين خمسين سنة قدام المجال ببرمجة لازم تلاقيله مدخل 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 اتعلم عشانا بقولك الوظيفة مش مجرد ايه بتكلم عن فكرة ان هو وظيفة مش مجرد انت بايه بتدلالهواية احس بقى يا راجل هاوي بتجيب بقى بتعلم بايثون انا بقى ايه يعني عندي وقت كتير قوي فاضي ودماجي حلوة وهجيب بقى حتة راسبري باي ولا نود ام سي يو ولا اي اس اي اس بي اتنين وثلاثين ولا هجيب الاردويون اللي بقاش حد يستخدمه واعمل شوية بتحصل وانا اصلا عملت قبل كده عشان انا لما كان عندي وقت فاضي واربط كل الامض الشقة عندي البيت عندي بالشيب وعملها ماشي حلو يا حبيبي الكلام ده حلو اسمه هواية هلتشتغل بيه ولا لأ هتطلع منه فلوس ولا لأ ها؟ طيب المسارات انت ممكن تتعلم النهاردة كوتلين وتبقى انت راجل اندرويد ديفلبر فاربع شهور بقيت خبيرة عملت النفسك شهرين قدام عمالتبني أبليكيشنز أبليكيشنز نزلت خمس ست سبع عشرة أبليكيشنز على الاب ستور الجوجل ستور بورتفوليو محترم جدا هلتروح تقدم مع معي وظيفة بقولك هتجيب الوظيفة هتجيب الوظيفة اصحيب الساعات انت عدت كم ساعة ضيعت وقتك في ايه لازم تبعارف انت هتشتغل ايه ها؟ بيتعلم الهواية ولا تعلم عشان تشتغل مصار اسهل مصار في المصارات كلها الفرانت ان ديفلبر ليه لانه مربوط بكل حاجة ليه علاقة بالويب تمام؟ السي اس اس و الهتش تيم ال ابدأ بيهم على طول اي حد بيسان يقول له ابدأ على طول ما فكرش اتش تيم الو سي اس اس في اسبوعين ستين ساعة ازاي بقى حسبت انا اسبوعين ستين ساعة والاسبوع في كم ساعة افر انت بتشتغل ايه؟ تمان ساعات او بتذكر تمان ساعات وفي الوقت بتاعنا ده كده بقاش حد اصلا بيحضر حاجة ده هو موضوع الانلاين اربع ساعات في اليوم حلو في سبعة تمانية وعشرين ساعة في الاسبوع في اثنين بستة وخمسين وزول في يوم منهم كده ايه؟ واربع تيام منهم بدل اربع ساعات خليها خمس ساعات جبتوا ستين ساعات واسبوعين هتبقى محترف اتش تيم الو سي اس اس لو كل يوم فعلا اربع من اربع لخمس ساعات نار راجل ذكر قاعد على البتاع اربع لخمس ساعات ونعملش حاجة هدف بتعلم حاجة من الصفر انا عارف ان هي هتساعدني ان انا نجيب شغلانة فاربع شهور ازاي؟ بعد الشهرين ما خلصوا اسبوعين قصر ما خلصوا شهر كامل جاواسكريب جاواسكريب صعبة يا طر اصعب كتير من البيسون لا يا حبيبي اتنين شبه بعض كلهم زي بعض ما ده اللي انا كنت بقوله قبل كيه في الفيديو بتاعي بثلاث دقيقة اشرح لك القصة وفي فيديو اللي هو خمس علامات تثبت ان انت مبرمج قوي او مبرمج فاشل الكونسبت واحدة السينتيكس بتختلف ايدك ده اللي احنا بيقوله لو عينيك اتعودت على فكر الفرق ما بين انا بكتب جملة او بكتب كود يظهر الجملة عينيك هتتعود دماغك هتفهم ايديك هتاخد عليها اي حاجة هتبقى زي بعض الكونسبت واحدة والجاواسكريب لغة فلود جدا والبيسون لغة فلود طبعا في حاجة اهم من الحاجتين ده الكميونيتي سبورت يعني لما تخش عن انت وتحصل حاجة وقفت فيها وتكخلت سألت السؤال هتلاقي اجابة اه هتلاقي اجابة الجاواسكريب طبعا البيسون هتلاقي ان انتشرت بس انا باقول لك يعني ما تدقش بالحاجة انت مش عارفها هتوديك فين ادى بالحاجة اللي انت عارفها هتوديك فين خلصي الانتشي موسيس اس جاواسكريب شهر واحد هتفهم كل حاجة حط عليها كمان شهر تتعلي فريمورك الجاواسكريب اشهر حاجة اللي هي الرياكت اربع شهور تعالي وريك بقى الوظيف تعالي نكتب ايه الرياكت الديفلوبر 124 تعالي حط بقى 1 ير سما و 20 وظيفة يعني زيها زي البايثون بس تعالي نشوف ايه المطلوب فيها في الرياكت مطلوب من هكي الرياكت ايه ايه ده مش لغه أصلا ده ايه 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 يعني بتعرف اليه ايه 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 اكس كود ده بارده ده ده تولز انت تعرف ورياكت ورياكت نيتيف ورياكت يلا عم هتشتغل مش مطلوب من هكه ثاني فاكر بايسكر بطل فيه ايه مع احدثة ثالثة نفس الكلام برياكت بس اللي بعدها معك react es6 مليك جلا something so Swift, sss اتكلمنا عليها Watch جو صيد ده أي كلام إليها جدا كلها gta technical tools اللي بعديها نفس الكلام. react react css html, html 5 react, css 3 حال و css3. جد within your language. يобр� الانت ممكن ان يتم sannol mengatement انت ممكن ان اشتغل في شركات ممكن اشتغل مواقع فريلانس عندك او ديسك عندك مواقع عربية عندك حاجة اسمها فايبر انا مش فاك اي مواقع لشغالها دلوقتي في حاجة كتير جدا هجي لك برويجكت كتير جدا لو انت بقيت رياكت قوي انت بده ما صار حلو فرانت انت وصلت لغاية الاتش تيميل ووسي اساسي في مطوم ومش هواك قوي انت تبقى فرانت انت اعملت اشتغل في المجال ده اعملت بالتحديث في المجال اعملت باك انت تعمل 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 باك انت وانت تعلم بايتون اتعلم بايتون ولكن اوقع تبدأ بها فيه طبعا ويب ديفلمنة في البيتون مش قوية خالص مقارنة بالبي اتش بي والارقام بتزبط خش على مواقع الستاتس هتلاقي 78% مواقع الانترنت دلوقتي يمكتور بي اتش بي ماني وسبعين في المئة انا اصلا بايثون دي مش مجال البيتون خالص خالص. هتعلم لغة تقضي فيها شهرين عشان تفهمها ومش تعمل بها حاجة. اللي هو عشتها المشيل لرنك. قص اللغة جميلة قوي وسهلة قوي وهتدقني مجال ببرمجة. ياكي يلعن ابو مجال ببرمجة. ايه الهاب اللي انت بتقوله ده؟ يعني انا 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 مسافر ايطاليا. اروح اتعلم اسبانيا عشان اسبانيا اسفا من الايطالي. ايه عبط ده؟ اضيع شهرين بتعلم اسبانيا عشان خاطر اسبانيا هيبقى مدخل اللغات اللاتينية؟ ما هي نفس المبدأ؟ لا اراح ايطاليا هتعلم ايطاليا. اضيع شهرين من عمري بتعلم حاجة مش هشتغل بيها؟ اصليا مدخل حلوة اويلة. انت بتحبتني ليه؟ ده انا كل الناس. ما كل الناس بتحقها ليه كل الناس كدابة. كل الناس بتحور. او بيتكلمهم مش فامين حاجة او بيعيدوا الكلام. تعال ارض الواقع. انا وردتك المواقع العربي. تعال اوريك المواقع اللي يا جنابي يقول ايه؟ اللي هو الشغل هنا في البلد اللي انا قعد فيها. تورونتو. تعال اكتب ايه؟ ريكت ديفلبر. تعال نبدأ بالبايسون. بايسون ديفلبر. كتب لك 600 جو. بس انا مش عارفة حد دلوال جونيور. تعال اكتب جونيور بايسون ديفلبر. 74 وظيفة. تعال اكتب جونيور ريكت ديفلبر. 90. تعال اكتب جونيور بايسون ديفلبر. تعال اكتب جونيور بايسون ديفلبر. بص كتب لك بقى ايه؟ نفس الكلام. عمرك ما تشاهد بايسون واحد يقول لك ايه؟ جاوا ديفلبر. بايسون او سي شارب. يعني ماشي. اقول لك 5 عام. مش جونيور. او واش جونيور هنا بحبل يعني. بايسون و سي بلاس بلاس و جاوا. ده بقى ايه؟ فول ستاك. جونيور سوفت وير ديفلبر. كتبين فيها ايه؟ عايزين واحد سوبر مين. طبعا هم هم هنا بمفتريين. عايزينك جاوا. و جاوا سكريبت. ومش عارف ايه؟ عشان تشتغل وفي الاخر بايسون دي اخر حاجة تحت اصلا. ايه مفيش اصلا مش بايسون. ايه ايه انا السرش هنا غبي. ده الوحيدة اللي بايسون. وايه بايسون؟ عايزين ساعتك تكون في البي اتش بي. واماي سيكول. واماي سيكول. طبعا عارفين جيت ولا مش عارفين جيت. اي حد لازم يكون عارف جيت. جيت هاب. كتبت جونيور ري اكت ديفلبر. على اقل مجال واضح. ده فولستاك ده. الجونيور ويب ديفلبر. السرش بتاع الويب سايت ده اي كلام. اتش تيميل سي اس اس. ويكون عارف يا ري اكت يا انجلي ري فيو. الثلاثة زي بعض. الريستي باي ده مش لغة اصلا. والبعدة كل ده هاري 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 هاري. ماشي. كفي حد بيتارى حتى الورد بريس. لو دخلت كانت جونيور ورد بريس ديفلبر. ادي عم جونيور جونيور ورد بريس سابورت ديفلبر. تعال انتشوف ده عايزة. عايزينك فاهم بيتش بي. ما هو بيتش بي ورد بريس. الورد بريس مكتوب بيتش بي. بس ده عاما نتكلم عن الكلام ده بعدين. وموضوع السيم اس والحاجات دي. وعايزينك فاهم جاواسكريبت والجي كوري. دي نقطة دي مهمة. انت بعدها من دخلت. دخلص حمي اس اس. وفهمت شوية في الجاواسكريبت. مش لازم تكمل فرنت اند بتاعي. ممكن تبقى باك اند. اشتغل بايسون. بيتش بي. بيتش بي اقوى بكتير. في حاجة كتير او ممكن تشتغل بيها. وبعد البي اتش بي ممكن تتخصص. دروبال. وورد بريس. لارافيل. في حاجات كتير او ممكن تعملها. بس تبدأ منين. تبدأ من حاجة انت عارف هتوديك فين. تبدأ بأسهل حاجة. والحاجة اللي هي موجودة في كل حتة. طب انا يا مازل عايز تقول. خلاص. ابدأ من اول كوتلين. بس اخدت فكرة برضو. اتش تيم ال شغال ازاي. لان المبادئ واحدة. المبادئ واحدة. لكن تبدأ بحاجة انت مش عارف هتوديك فين. تبدأ وقت. انت بتضيع وقت. غير بقى راغي في الكلام كتير. انا خلصت الكلماتين اللي عندي. لو عايز انا انا هلخصهم بسرعة بقى عشان الناس اللي هي اتهت. بص يا سيدي. انا مش ضد فاكر انك جانت بتتعلم حاجة لمجرد انك جانت بتتعلم هواية. لكن لازم انت بعارف انت رايح فين. لو بتتعلم اللغة دي. وانت عارف هيتوديك فين. تمام. بتتعلم اللغة دي عشان واحد قالك اعملها وانت مش فاهم انت بتعمل ايه. يبا انت كده مش فاهم حاجة. حلو. اللي شغال دلوقتي اكتر حاجة طبعا شغالة اللي انا اترك عليها. مجال الويب. ومجال الموبيل أبس. المشيد اللي ارني واتفيش انتليجنس وهذا الكلام مش قوي لسه. لسه ما انتشرش. فما تتعلمش حاجة هتنتشر كمان ثلاث سنين. اللي لو دي اهدافك. لو انت عايز تعمل كده دي حاجات ارجع لك. انا هتكلف الفيديوهات اللي جاية. ازاي تبدأ صح. وايه المجالات. انا مش هدي كورسات ومش هدي دروس. لان دي مش انا معنديش وقت هدي الكلام ده. وفي حاجات زي كده على النت كتير جدا. اروح تفرج عليها. وفي مصادر. لكن انا ممكن اقول لك ايه المصادر اللي انا ارشحها. عشان تبدأ بيها. فتستنى الفيديوهات اللي جاية. وتفرج عليها. وسلام.